السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة مصطلحات معمارية السلسلة اللي بنسعى فيها لاستكشاف المصطلحات المعمارية ومحاولة تبسطها لكل المهتمين بالعمارة والتصميم العمراني المرة دي احنا موضوعنا عن البيوفيلك ديزاين تعالوا نستكشف مع بعض المصطلح ده لو حللنا كلمة بايوفيليا لجزئين هنلاقي انها بتنقسم لكلمة فيليا وكلمة بايو كلمة بايو بمعنى متعلق بالحياة والكائنات الحية وكلمة فيليا بمعنى الحب او التعلق بشيء وكلمتين دول اصلهم اغريقي وبالتالي ممكن نقول ان البيوفيلك ديزاين معناها التصميم المحب للحياة او التصميم المحب للبيئة اول منصغ مصطلح البيوفيليا هو عالم البيولوجي ادوارد ويلسون سنة 1984 في كتاب سمى الكتاب ده بايوفيليا وقال عن البيوفيليا انها المال الفطري تجاه الاشياء المفعامة بالحياة في سنة 1993 نفس العالم بالاشتراك بقى مع العالم والمعماري ستيفن كيلرت عملوا كتاب جديد وسموه بمعنى فرضية البيوفيليا وهنا بقى اتكلموا عن فكرة البيوفيليك ديزاين وازاي ان ممكن جدا الفكرة دي تخلي التصميم مش بس يركز عن نواحي الوظيفية لا كمان يهتم بالجوانب الجمالية وتحسين جودة الحياة للانسان في سنة 2008 ستيفن كيلرت عجب الموضوع وعمل كتاب جديد سمى بايوفيليك ديزاين الكتاب ده تناول بوضوح اهمية البيوفيليا وانها وسيلة لجلب الحياة والطبيعة داخل المباني طيب احنا نستفيد بايه لو طبقنا فكر البيوفيليك ديزاين في التصميم الاجابة على السؤال ده نقدر نشوفها بوضوح فببنا امازون سفيرز اللي هو مقر شركة امازون في ولاية سياتل في امريكا واللي تنفس سنة 2018 من تصميم مكتب اسمه NBBJ المشروع ده متكون من ثلاث قواب زجاجية عملاقة بتحتوي جواها وظائف المشروع او وظائف المبنى القشرة الكبيرة دي تم موضع داخلها اكتر من 40 الف نبات من حوالي 400 فصيلة وبكده اصبح موظفي امازون كأنهم بيشتغلوا في عالم مصغر من الطبيعة كأنك بتشتغل داخل غابة حقيقية المبنى ده كان يعتبر خروج عن المقلوف في المباني الادارية وده من المؤكد ان له تأثير كبير على انتاجات الموظفين وراحتهم النفسية خلينا نتكلم بصراحة شوية فكرة التفاعل مع الحياة والطبيعة وجلبها للمباني وجعلها مفعامة بالحيوية ما نقدرش نقول عنها ان هي اختراع جديد الفكرة ده تم تطبيقه كتير ومن مئات السيدين كمان من اشهر امثلة البيوفيلك ديزاين في الازمنة القديمة حضائق بابل المعلقة واللي تعتبر من عجائب الدنيا السبع واللي تبنت في عهد نبوخز نصر الثاني ملك بابل في القرن السادس قبل الميلاد المبنى كان عبارة عن مجموعة من الطوابق المتدرجة المزوعة بالكامل طب يا ترى ايه السبب اللي خلى ملك بابل يبني مبنى زيدة الحقيقة ان السبب ورده سميرة ميس اللي هي زوجة ملك بابل وهي كانت من اصول فارسية وفي الوقت ده كانت بتشتكي لزوجها من الحنين للوطن واشجاره والطبيعة الخلابة اللي موجودة هناك فكرر الملك بناء المنشأ ده كهدية بسيطة يصالح بيها زوجته الغاضرة الحقيقة ان فيه مصطلحات كتير لها معاني قريبة من البيوفيلك ديزاين وممكن تؤدي لنتاج اج مشابهة تصميميا الخلاصة ان المصطلحات اللي من النوعية دي سوائق كانت البيوفيلك ديزاين او السستينابيليتي وغيرها كتير هنلاقي ان عادي جدا ان تم تطبيق افكار مشابهة من مئات السنين ولذلك انا باعتبر ان المصطلحات دي ما هي الا اعادة توصيف لوضع قائم ولأفكار بتطبق وبتستخدم بوضوح منذ قضية من الازل لكن فيه جانب ايجابي في الموضوع ان النوعية دي من المصطلحات واللي اعتماد عليها بينفض الهبار عن افكار مهمة احنا محتاجينها في وقتنا الحالي في التصميم وبتشجع المعماريين على اعادة صياغة علاقة الانسان ببيته ومجتمعه في نهاية الفيديو اتمنى يكون قد نال اعجابكم وشاركونا بقرأكم تحت في التعليقات وولونا ايه المصطلحات اللي حابين نقاشها في الحلقات الجاية ان شاء الله وولونا كمان ايه اكتر المباني القائمة في مصر والدول العربية اللي شايفين فيها تطبيق واضح لفكرة البيوفيلك ديزاين شكرا جزيلا واراكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا